جماعة اليوم في عندنا أشياء كثيرة علشان نحللها ونتكلم عنها رح أوريكم يا جماعة هذا الفيديو اللي ينهي اللعبة لكاري جنزلر هذه هي إنهاية جماعة لكاري جنزلر وحالياً كاري جنزلر فقد كل المصداقية فخليكم يا جماعة معاي رح أوريكم هذا الشيء وراح كمان أوريكم إيش اللي أعتقد بأنه راح يحصل لسوق الكريبتو في عندنا جماعة كمان هنا إشارة فريدة جداً تظهر الآن وهذه في العادة يا جماعة تقود إلى شيء جنوني للبيتكوين رح أتكلم عن وضع التضخم وفي كمان يا جماعة عندنا هنا في الواقع يوم ضخم جداً اليوم فخليكم يا جماعة مجهزين للتقلبات إذا رح تحصل اليوم رح أتكلم عن هذا الشيء وراح أتكلم كمان عن السبب ليش ربما وممكن إنه إحنا نهبط وكمان إدعاءات مهمة وخطيرة جداً ضد البيانانس وإذا جماعة هذا بالفعل اللي قاعد يحصل فهذه كمان تعتبر النهاية للبيانانس لازم أقول هذا الشيء هنا بكل وضوح فجماعة أشياء مهمة جداً لازم نتكلم عنها اليوم فتأكدوا بأنكم تظلوا معاي من البداية إلى النهاية مرحباً بكم مرة أخرى اسمي منصور قدم لكم فيديوهات عن اللونات الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا انتهت جديد على هذه القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب جماعة خلنا ندخل هنا الآن في اليتشارتس وليتقدروا تشوفوا يا جماعة هنا بأنه أمس كنا نتكلم هنا عن احتمالية تقلبات كبيرة وعن احتمالية كمان صعود كبير وفي الواقع نقدر نشوف هنا بأنه هذا هو الشيء اللي حصل نقدر نشوف هنا بأنه حصلنا على ارتفاع كبير للأعلى لأنه معدل أو أرقام التضخم اللي طلعت كانت في الواقع أفضل بقليل من اللي يتوقعه السوق ولكن حصلنا على هذه الارتفاع والارتفاع حصل أو طلع بالضبط إلى هذا الخط البرتقالي في الأعلى بالدولار فمستوى هنا مقاومة قوية جماعة حدثتكم منه في السابق عند 26431 دولار فارتفعنا يا جماعة هنا للأعلى إلى هذا الخط البرتقالي تماما بالدولار ومن هذه النقطة حصلنا على الرفض ضخم للأسفل أو هذه هنا كانت في الواقع يعني ما يقارب 3% هنا في فقط شماعة الأربع ساعات هذه هنا فأتمنى أن مستوى المقاومة هذا هنا ساعدك في تداولتك أمس ولكن تقدروا جماعة تشوفوا هنا بكل وضوح أنه إحنا الآن هنا لسه نعتبر في هذا الترند اللي هنا عايز يرتفع بشكل بطيء وهذا تقريبا يبدو كأنه هنا السعر الآن مضغوط بشيء معين حاليا لأنه إذا شفنا جماعة هنا وطبعا هذا الشيء تكلمت عنه كثير في السابق إذا شفنا هنا على الأسواق التقليدية فتقدروا تشوفوا بأنها تستمر بالصعود للأعلى أكثر وأكثر في كل يوم يمر ففي شيء يا جماعة بكل وضوح هنا هي ضغط ويدفع سعر البيتكوين الأسفل ورح وريكم يا جماعة شيء مهم جدا وربما قد يكون هذا هو السبب ليش قاعدين نشوف البيتكوين يمشي بشكل هابط فخليكم يا جماعة معي لهذا الشيء ولكن خلونا أول شيء يا جماعة نشوف هذا هنا هذه تعتبر هنا إشارة تاريخية طيب إيش هذا؟ الخط الأحمر وهو هنا خط الموفينج أفريج 20 من البولينجر باندس وهنا يا جماعة هذا يورينا هنا عرض خطوط البولينجر باندس يعني ببساطة هذا هنا يورينا لما تكون الخطوط ضيقة هنا بأكبر قدر ممكن وإذا ما تعرفوا جماعة إيش هي البولينجر باندس خلوني أرجع هنا خلونا نشوف إذا نقدر أطلع هذا المؤشر أو لا أوكي تقدروا تشوفوا جماعة هنا بأنه هذا هو هنا البولينجر باندس وزي ما تقدروا تشوفوا جماعة هنا بأنه هنا السعر بشكل عام ينكمش داخل خطوط البولينجر باندس ودائما لما نكون هنا في النطاق ضيق جدا هنا تقدروا تشوفوا بأنه ضيق هنا في هذه النقطة بمعنى أنه الآن قاعد هنا ينضغط إلى داخل القناة هذه الضيقة في البولينجر باندس ودائما لما نشوفوا جماعة هذا الشيء هذا هو في الواقع اللي قلنية هذا اليتشارت لما يكون في عندنا هذا العمود هنا أو هذا الارتفاع فهذا معناته بأنه البولينجر باندس ضيقة جدا طيب اللي نقدر نشوفها جماعة بأنه هنا لما كانت هذه البولينجير بانت 20 أسبوع بنفس الوقت اللي انضغطت فيه أو كانت في خطوط البولينجير بانت ضيقة جدا طيب وخلونا جماعة هنا الآن نتجهل هذه المرة هنا ونرجع هنا أكثر في التاريخ تقدروا تشوفوا هنا نفس الشيء حصلنا هنا على الضغط وانكماش كبير في البولينجر بانس وبعدها حصلنا هنا على ارتفاع كبير وهنا انكماش كبير في البولينجر بانس وكمان هنا أعادنا اختبار خاطر موفينج أفرج وحصلنا على ارتفاع كبير وهنا كمان أعادنا اختبار خاطر موفينج أفرج 20 أسبوع وبعدها ارتفاع كبير فيعني يا جماعة من بين كل هذه المرات اللي حصلنا فيها على انكماش وضيق هنا في البولينجر بانس وإعادة اختبار وفي هذه المرة في الواقع هنا حصلنا على إعادة اختبار لهذا الخط خط الموفينج أفريج ولكن كان من الجهة السفلية وهذا هنا في الواقع فشل وهذه هي المرة اللي حصلنا فيها على هبوط كبير هنا فيعني بشكل عام يا جماعة هذا هنا معناته بأنه لما تضيق أو تنكمش البولينجر بانت تقدروا تشوفوا هنا هذه الأعمدة هنا في الأسفل لما يحصل هذا الشيء ففي العادة نقدر نشوف بأنه نحصل على حركات كبيرة فالسؤال هو هل راح نحصل على ارتفاع كبير هنا نفس الشيء اللي حصل وهذا هو في الواقع اللي في العادة يحصل أو هل راح نحصل على هبوط وحركة للأسفل طيب خلونا نشوف فين راح تغلق هذه الشمعة هنا هل راح تغلق بتحت أو فوق خط الموفينج أفريج 20 أسبوع وهذا يا جماعة هنا راح يطينا تلميح عن الاتجاه القادم ولكن زي ما انتم عارفين يا جماعة أنا أعتقد بشكل عام بأنه إحنا راح نرتفع للأعلى فأعتقد يا جماعة بأنه إحنا راح نرتفع ربما مش اليوم يعني بسبب التقلبات ولكن في النهاية سواء كان اليوم أو في أسبوع أو في خلال الشهر أو حتى في خلال شهرين ففي النهاية راح نحصل على ارتفاعات كبيرة للبيتكوين لما البيتكوين يبدأ باللحاق بالأرباح اللي قاعدة تحصل عليها إلى أسواق التقليدية طيب والآن جماعة خلونا نتكلم هنا عن هذا الفيديو وهذه هنا جماعة نهاية اللعبة لقاري جنزلر خلونا نجمع أول شيء هنا نشوف هذا الفيديو مع بعض طيب زي ما سمعتم يا جماعة بنفسكم قال بأنه أكثر من سبعين بالمئة من السوق يعتبره غير سيكورتيز وكمان في الواقع ذكر هنا بعض العملات بالاسم مثل الإيثريوم وبعض العملات الأخرى وهذا جماعة هنا يعتبر ويمشي ضد الأجندة اللي ماشي عليها الآن وعشان كذا جماعة هذه هنا تعتبر النهاية لأنه إذا هو بنفسه في فيديو في 2018 قال بأنه هذه هنا العملات ليست سيكورتيز الإيثريوم واللايتكوين والبيتكوين كاش والبيتكوين وأنه أكثر من سبعين بالمئة من السوق يعتبر غير سيكورتيز فكيف المفترض بأنه منصات التداول هذه هنا ممكن تفهم إيش هي السيكورتيز وإيش لا في الوقت اللي هو بنفسه يقول بأنه سبعين بالمئة من السوق تقريبا غير أو ليس سيكورتيز والسيكورتيز اللي ذكرها بالاسم مثل الإيثريوم وبين بي وكردانو وأعتقد كمان ترون ولكن بالتأكيد سولانا هو أبوليغون وكمان هنا العملة هنا في الأسفل ألغراند نعم هذه هنا ألغراند فذكر جماعة أسماء هذه العملات هنا أو كثير من هذه العملات هنا بأنها سيكورتيز واللي تعتبر في الواقع أكثر من سبعين بالمئة من السوق فيعني هذا هنا ما يعتبر شيء منطقي وعشان كذا أعتقد بأن القضية ضد هذه العملات هنا بأنها سيكورتيز أتمنى بأنها راح تفشل وأن هذه هنا الأجندة راح تنتهي وتتدمر تماما وما راح يكون قادر بأنه يستمر بهذا الشيء أكثر فعشان كذا جماعة شيء مهم جدا بأن الواحد يظل متابع الأشياء اللي قاعدة تحصل هنا وكمان إيش هي الأشياء اللي راح تحصل وتستمر بالحصول هنا في خلال الأشهر القادمة علشان نعرف كيف راح تتطور هذه الأشياء ولكن في بعض الأشياء جماعة اللي لازم أتكلم عنها كمان وهي أرقام التضخم طبعا تكلمنا عنها طلعت بشكل أقل بشوية من المتوقع وهذا تسبب في ارتفاع السوق إلى خط المقاومة هنا في الأعلى ومن هذه النقطة حصلنا على هذا الهبوط ولكن السوق الآن يتوقع بأنه لأنه طبعا اليوم راح يكون في عندنا اجتماع على FOMC ورح يتم الإعلان عن معدل الفائدة و95% من السوق يعتقد بأنه معدل الفائدة راح يكون عند نفس المستوى اللي احنا فيه اليوم يعني ما راح يتم رفع معدل الفائدة هذا هو اللي توقع السوق وهذا راح يكون معناته بأنه هذه تتبر أول مرة منذ بداية رفع معدل الفائدة في كل شهر فهذه هنا راح تكون أول مرة اللي ما راح يرفع فيها المعدل فقد يكون جماعة هذا هنا شيء بولي جدا لأنه السوق حصل هنا على أول وقف لرفع معدل الفائدة ولكن شوفوا هنا لسه في احتمال بنسبة 4.7 من السوق هنا يتوقع بأنه راح يتم رفع معدل الفائدة وهذا معناته بأنه في فقط كمية صغيرة من الناس هنا يعتقدوا بأنه راح يتم رفع معدل الفائدة وإذا بالفعل رفعوا معدل الفائدة فأكيد وقتها السوق طبعا راح يكون رادة فعله سيئة جدا جدا فما أعتقد يا جماعة بأنه هذا الشيء راح يحصل أعتقد بأنه المستوى راح يظل عند نفس المعدل اللي احنا فيه الآن فيعني راح يكون في عدن التوقف لرفع معدل الفائدة هنا لأول مرة طيب والآن جماعة من اللي قاعد يبيع البيتكوين وفي عدن هنا جماعة بعض الأخبار المغلقة بأنه باينانس وسيزي قاعدين يبيعوا البيتكوين بشكل كبير جدا بمعدل هابط فقد يكون هذا هو جماعة التفسير ليش نحس هنا بأنه البيتكوين حاليا قاعد مضغوط لأنه البيتكوين بالفعل قاعد مضغوط وتكلم طبعا عن هذا الشيء لعدة أسابيع إلى الآن وإذا ما تعرفوا يا جماعة ففي في الواقع مستوى ليكوديشن عالي عند مستوى 220 دولار في البي ان بي لأنه كان في مهكر في الواقع هنا هكر وسرق كميات كبيرة وهائلة من البي ان بي وحط هذه الكمية كضمان استلف بعض العملات وحط البي ان بي كضمان وإذا وصلنا إلى مستوى 220 دولار هنا في البي ان بي فهذه الصفقة الكبيرة هنا أو هذا البوزيشن راح يتم ضربه وراح يهبط سعر البي ان بي فتقدروا تشوفوا هنا الآن سعر البي ان بي حاليا عند تقريبا بعيد بمسافة 30 دولار فقط من هذا المستوى الحالي وهذا شيء هائل جدا ولكن هذا هو جماعة هو يتوقع بأن الباينانس في الواقع قاعدين يدافعوا على هذا المستوى هنا ومستوى البي ان بي الحالي علشان ما يتم حصول الليكوديشن هنا للبي ان بي وهذا جماعة الآن يبدو مشابه جدا للي كان يعمله سام وفتي اكس مع عملة الفتي تي فهذه هي جماعة الادعاء التي تحصل الآن هنا بأن الباينانس والسيزي في الواقع يبيعوا البي ان بي علشان يرفعوا سعر البي ان بي وهذا جماعة يدافع على مستوى 220 دولار علشان ما يتم حصول الليكوديشن في البي ان بي ولكن هذا كمان بنفس الوقت يحد من ارتفاع البي ان بي طيب واذرجنا هنا جماعة في عندنا هنا سكيو اللي هو يعتبر محلل مشهور كمان يقول بأنه ويأكد بأنه هذا الشيء حقيقي يبدو بأنه البيتكوين يتم بيعه مقابل اليو اس دي تي واليو اس دي تي يتم ادخاله الى البي ان بي بشكل عنيف جدا والبي ان بي يتم بيعه من اجل البي او اس دي لكبح التقلبات في البيتكوين يتم ضخ البي او اس دي للبيتكوين لكبح التقلبات الهابطة من اجل تحويل البيتكوين لليو اس دي تي هذا هنا تلاب في السوق والباينانس بكل تأكيد تعمل هنا الشيء علشان تمنع انهيار البي ان بي ولكن كمان بنفس الوقت منع انهيار البيتكوين طيب هل هذا صحيح او لا؟ في الواقع سيزي بنفسه طلع وقال هنا بأنه نحن لا نعتقد بأنه هذا هو اللي قاعد يحصل يقول هنا بأنه لم نبع البيتكوين ولا البي ان بي وفي الواقع لا يزال لدينا محفظة من الاف تي تي فهو يأكد بأنهم ما باعوا اي بيتكوين ولا بي ان بي ولكن تقدروا كمان تشوفوا جماعة هنا خلوني اشوف هنا هل راح ألقيها اوكي تقدروا تشوفوا جماعة هنا بأنه معظم الموظفين في البيانانس يو اس قاعدين يتم الدفع لهم بالبي ان بي فيعني ما باعوا البي ان بي ولكن قاعدين ينفقوا كميات كبيرة منها كراتب للموظفين فيعني على حسب المنطق اللي تشوفوه او اللي تحلل فيه هذا الشي يعني صحيح انه البينانس ما باعوا البي ان بي او البيتكوين ولكن يعني إذا أحاولوا كميات كبيرة من البي ان بي كراتب لكثير من الموظفين فيعني تقريبا وبكل تأكيد الموظفين باعوا هذه الكميات فيعني ما في أي فرق ولكن على أي حال يجمعه رح يكون فيه أشياء كثيرة رح يتم الإعلان وكشفها هنا بخصوص هذه الأشياء هل الباينانس بالفعل تعمل هذا الشيء الآن هل يحاولوا بأنهم يدافعوا عن البي ان بي لأنه يوجد الخطورة الكبيرة هذه هنا بسبب الليكوديشن إذا وصل البي ان بي إلى مستوى 220 دولار رح نشوف يجمعه وراح نعرفه مع أمر الوقت ولكن في يجمعه القضية قضية الباينانس ضد الاس اي سي وإحنا عارفين يجمعه بأنه الاس اي سي كانوا عايزين يجمده كل الأصول اللي عند الباينانس والمحكمة في الواقع رفضت هذا الشيء فإلى الآن يعني المحكمة رفضت بأن الاس اي سي تجمد أصول الباينانس يو اس فقد يكون هذا هنا هو مؤشر واحد بأنه القضاء يعني في هذه اللحظة يعني أقل الشيء في هذه اللحظة لسا ما يعتقدوا بأنه في أشياء إجرامية كافية ضد الباينانس علشان يجمدوا لهم وصولهم فيعني أشياء كثيرة جماعة قاعدت تحصل أشياء كثيرة تحصل اجتماع الـ FOMC لاحقا اليوم خليكم مجهزين لهذه التقلبات الكبيرة وبالنسبة لي استراتيجات التداول لسا تؤدي أداء رائع جدا وكل هذه الباوطات يا جماعة لسا الآن بأرباح فهذا شيء رائع جدا وبالنسبة لي أنا راح أخلي يا جماعة هذه الباوطات مفتوحة أنا منتظر بأنه تحصل هذه التقلبات ونرى جماعة بكرا فين راح يكون سعر البيتكوين وراح أتخذ القرار بخصوص هذه الباوطات هنا اللي ممكن تكون لسا عالقة هنا بـ Safety Orders أو طلبات شراء بـ 9 أو 7 إذا عايزنا جماعة تستخدموا هذه الباوطات بنفسكم فتقدروا تعملوا هذا الشيء عن طريق الرابط الموجود في صندوق الوصف في عندكم هنا رابط الـ OKX تقدروا تطلبوه بونس يصل إلى 60 ألف دولار وبعدها بعد ما سجل هنا في هذه المنصة ويكون عندك الحساب جاهز بعدها بضغطة زر واحدة تقدر تحصل على إعدادات الباوطات هذه هنا وكما جماعة لا تنسوا بخصوص الباوبيت وفميكس وبيتكيت وكل هذه المنصات التي تقدر تداول عليها طيب جماعة هذا كل شيء عندي اليوم بتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر